لما حدا بيكون عم بفكر بدو يفتح شركة أو مؤسسة أو جمعية من الأشياء الأول شي بيفكر فيها هي اللوحة الإعلانية أو الصين اللي بدو يحطوا للشركة هذا الفيديو رح يكون مختلف لأنه رح نتحدث عن مهنة تصنيع وتركيب اللوحات الإعلانية رح نعرفكم شو هي أنواعة للوحات الإعلانية والدعائية الاسم الساينز باللغة الإنجليزية شو هو البروسس من أول ما تدقوا لحدا حتى يجي يعطيكم أستمت أو تخمين لحتى يخد لكم البرمت لحتى يركبوا وكل تفاصيل وخفاية هذه المهنة المميزة واللي مش كتير بس مع أشخاص بيحكوا عنه لهذا الموضوع جاهزين؟ خلنا نطلق إحنا وإياكم تحيتنا لك حاجة عيسون أهلاً شو أخبارك الحمد لله طيب تعرفنا عن حالك؟ أصام حمود منطقة دير ومنطقة ميشيغان نعم من لبنان من بلدة العباسية يا هلا من جنوب لبنان هم لك دائماً العربي دائماً بشي بيعطيك إنه بيعطيك الفرم فرم يعني الفرم فرم 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 يعني قد بلس أمريكا لكن الواحد تظل يحن لبلده لمنطقته لضيعته عرفت عليه يعني الوطن الأم مهم جداً تمام أدسر لك بأمريكا؟ يعني إلنا شي 20 يرز بأمريكا 20 سنة بأمريكا؟ حاول 20 سنة كلهم بميشيغان؟ بميشيغان كلهم؟ بميشيغان طبعاً نبرم على الولايات من روحهم لأ أصلي بس عايشت بميشيغان عايش بميشيغان تمام طيب حاولت روحنا نعيش بفلوريدا فترة من وين روحت عفلوريدا؟ على جاكسون فيرون والله ايه وغربت حريبي ولا كي؟ ما عربتي إش لكن جربتها شوي قلت لا بديل عن ميشيغان حين بضلك غربي بقلب غربي صعبي قلنا هون مشيغان كله عرب وكله عريبي بضلك بين أهلك وناسك وأخوتي وأهنا مضبوط شو فوتك بهذه المصلحة؟ حبيتها هون تعلمت هون بأمريكا أعلمت بأمريكا؟ أول ما جينا هم أمريكا اشتغلت عم حطة بنزين الشغل مش عايبي أول شيكة بداية وبعدين رحت اشتغلت بشركة عالايتمار شركة أمريكينية بالأرماط تعلمتها طبعا لو كل واحد بتلقي أي شاب بيكون عنده طموح يعني بتشتغل فترة بتتعلمها بعدين بتقول بدي افتح لحالي بتجيب فان بتبلش عفان بعدين شوي شوي بتفتح محال بتفتح شركة هايدي مهمة و الله بيسرها معك أكيد سو أنت هايدي يعني مش درست دراسي يعني هايدي على مثل ما بيقول أكسرينيات على الخبرة على الخبرة عرفتها لي ففي شركة انت رحت لعندهم قداش تقريبا يعني اشتغلت معهم؟ يمكن شي سنتين بسنتين بسنتين اتعلمت كل شيء؟ اي اتعلمني اها و الله وبعدين بيقول أي واحد بيكون عنده طموح مثل أي شاب بل دول اغتراب بحب يعني يتطور اه بتقول بعدين بدي اشتغل لحالي يعني قديش صعب هيدي المصلحة لحت حدا يتعلمها يعني؟ يعني حياتا بده هي بش هويني لأنه فيها يعني فيها انواع كتير اي وكهربة ومكهربة ومعاملة مع الكاستمر وتركيب و فيها معاملة مع البلديات بدك تعرف الاوانين والبرمت ومالبرمت كل البلدية بتختلف عن بلدية كل ارما بتختلف عن ارما سو بهايدي المصلحة يعني فيه اكتر بحس انا يعني شخصيا بحس اكتر من المصلحة بتفوت ببعد يعني بدك تتعلم التصميم اللي هو الدزاين مصبوط تاني شيء كهربة والكهربة والتركيب اهم والتركيب يعني هاي دي الهندي مان هاي دي تلق مصالح صاروه وكمان بكتتعلم كيف تجيب البرمت من السيتي والمعاملة مع العالم كمان والكستمر زرميس سو خمس شغلات بشغلة واحدة كلها شغلة واحدة يعني هي كلها بدها تلعب دور متكامل كلها سو حتى خطوة 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 سو اول شي بلا شو تعمل تصليحات هايكة هون وهون لجمعنا شوية مصاري طبع بدك تعمل اسم بدك العلب تعرفك بده وقت لتعرف راك العالم بدك تعرف القوانين وحمد الله الله فتحها طبعا اول شي لك في شغلة مهمة بحياتنا هي رضى الله ورضى الوالدين اكيدة الواحد يعني بدعاء والده او والده تفتح بوجهه كل شي بيفتح بوجهه يعني ببرر واحد اهله ان كانوا احيا او اموات ببررهم الله بيفتح بوجهه هاي يعني يعني الفورمولا حياتي هاي هاي الفورمولا ولا مرة بتخساش حقيقة الفورمولا بتقول بش انا هل عم نغير الموضوع لا ببس هاي اهم اهم شي متل ما بعمل اهله وولاده رح يعملوا اكيدة هاي فورمولا اهون من هايك كيف بعمل اني اهلي وولاده بعدين بدي عملوني هاكا هادا مبدعي بالحياة والحمدلله الله فتح طبعا المعاملة والصدق مع العالم بعدك مذكر لمين ركبت اول ساين انت عامله يعني من الالس للياء والله ركبت مطعم تشينيزي بعدك مذكر يعني عملت اول ميتان دولار ميتان دولار اكيدة شو عملتلو وقتا نقلتلو ارمى من هون لهون وربير وهاي هي عملتلوها ربير عملتلوها بنهار واحد اول بيوم واحد هايك الايطان وش هدي اول ميتان دولار عملتلو لما انت عملت شركة لحالك طب انت طلعت من الريبيرز اشتريت فان اشترينا رجعنا بالطاكت مظبوط وبلشنا نعمل للعالم يعني؟ بلشنا نعمل للعالم ودعيات هلا ده سنلك يعني تقريبا سنلك 15 سنة ايه 15 سنة منواقب متركت الشركة اللي كنت تشتغل فيها هلا وين سرنا نحنا الحمدلله والله 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 يعني احنا عالله يعني اشترينا البنية هون جديدة المبنى والشركة نعم منطقة ريتفورد مرتحين كتير فيها كبيرية وعنا تيم بروفشنال عنا شباب بالتركيب شاطريين وبصنعهم منيح وبيرميد وكلشي يعني عنا تيم دهول كمبليتين سوسعت وصمالله الحمدلله شرية الولايات اللي انتو يعني هل انتو فقط بولايات مشيغان كمان يسيرفوس يعني بتعطي على الولايات ويكفر كل مشيغان اي اي اصو مشيغان غلا كل مشيغان مركب بي اوهايو بشيكاغو مركب بانديانا هلا عنا جوب ببنسلفانيا مروح مركب ببنسلفانيا طبعا هلا الجوب اللي بعيد بغير والايات بيكون يعني ادباند هاو بيك ده جوب قداش كبير قداش كبير يعني طبعا ارمى كبيري وشغلي كتير مروح مش هتروع على غير والايات مش هتروع على ريبار او شي هكي اي تبعت ثلاثة يناموا بالقوتيل ولتاني يوم وثلاثة يام برات الولايات مصبب يعني لكن كرمالا وبيت وبيت انا ايضا عرض متل بقولوا علمي الشك لانه نحنا بالنهاية بخدمة الجيلي نعم يعني عنا اغربت الزبائلنا من الجيلي العربية من كل الجيلي العربية مصببب نعملهم متل اخواتنا اكي يعني منروح عند الواحد نحنا منروح عنده نحنا منروح عنده منعطيه فري أستمت مش موجودة هال فري أستمت عند مين مكان تعرفت رايي وبنعمل له نحنا فري ديزان عالكمبيوتر وشوهم كيف الارمور ببين عالبنية عالمحال قبل ما سوف بلاش بتقولوله انتو قديش يعني تقريبا رح يكلفو هدا المشروع وحتى منعمل له ديزان عالكمبيوتر وحتى بتعملوله بتصميم عالكمبيوتر يعني ايديا تقريبية كيف رح تبين هي موجودة على البنية على المحال عرفتان هي كمان تعرف نحنا الجيلة العربية يعني ركب لي هاي في كل هاي مرقلة هاي ونحنا منعيوني ركب لهالارمو وعطينا هاي دي مرقلة هاي إذا ما عملت هيك منك عربي لا والله بكل من قلبي مشتغل من قلبي يعني كمان ما ركب الارمو خي تستفيد من الوطع انت جاي وجاي ركب لهاي شلي هاي في كل هاي ملني وجور خي جاي تركب لي ساي فاميه كيف طب باركي في هيك اللايت الايدي لايت بانتو تزبت خي بستفيد منك ايضا عمل لي هاي ايه ولو يعني لعك هاي هول أمور لابد منه اكيد يعني هول برغب العالم الحمد الله يعني عندي عالم بعضهم بشتغلوا معاي من 15 يورز بعضهم بشتغلوا معاي بسم الله يعني بتروح عشر سنين بعنا بدي أولي بعدك بالارباط بعنا بالأونوات ومن الروم هو اللي بيرجع لعندك معنات انت يعني شغل مضبوط طبعا طبعا الحمد الله رب العالمين طيب كنا عنا نتحدث انه في عدة انواع من الارمات او السينس او اللوحات الاعلى دي او اللوحات الاعلى دي شرح لنا واذا فينا نشوف كمان يعني هلا متل هول هول قلو انت شانل لتر احرف ال ايدي هلا الواحد بس قللي ساين بقلو فقل ساين خلص يعني فيه تحتلف او اللوحات متل Luca حرص بحرف tällات تسموه انتو شمي ايدي شفت الأحرف انتو تصوون نحنا من أخذ rast بنتي ايدي لايت بألبوم بعد نعمل الفيس البلاستيك شفت هيدا الهون هيدا الريس ونحطه على الأحرف في أزرق في أحمر في اللون البداك هيدا برغر هيدا برغر نحن نعملها ونحن نضبعها كلها هيدا كمان اسمها هيدا خيمة هيدا خيمة هيدا خيمة هيدا خيمة هيدا هيدا نسموها هيدا هيدا منحددة هون نحن الكلية منحددة هون عنا حدد نحن منحددة منخيطها خيم منخيطها ونحط الكلمات عليك هيدا شو هاي هيدا البلازا بيكون الى قارم على المدخل مصبوط كل المحلات هم نعملها ونحط أسماء المحلات كلها هيدا يعني باكس هيدا نحط لها لوحة والطباعة عليها كلها عرفتها ليه؟ هيدا أطباعة هيدا أطباعة هيدا أطباعة هيدا أطباعة يا تشانل لتر هن الأحرف أغلى هل بنا نمشي من الأرخص لأغلى في الصينات أول شي اليافتة البانر البانر مدلطس البانر أعود بيجي الباكس ثم هاي وبعدا الأعابة بعدان اخر شي الاحرف اخر شي هنالتر احرف بعدان هيدا الباكس اللي عليه بريمت من برا هيدا الباكس الحلو فيه بتحط النام بتحط الفون نمبر بتحط واتس اوب ميديا الفون نمبر وبيت كل شي وبيت امري باب جوس كندي هيدا انه بتساعة كتير يعني طبعا هيدا فينا نعمل الكبر اللي بدك محلك بمنطقة فلينية بدك تنقل عمان تقفوا لي ايه نحنا منفكوا منراكبوا مطلعوا بيرمت وكل شي كله اه والله سو مش بس بتعملوا الصينات انتو كمان اذا حدا عامل عندو صاين كمان فينا نعملوا بيرمت واذا فيه تصليح كمان فيه تصليح بتصلحوا الوحدات انت بدك بيرمت يعني اذن من المدينة او انت مم بدك بيرمت على عادة المحل فتح جديد اي انت قم تفتح محل جديد بدك اسم جديد ما انت اوتوماتيكيا بدك تروح تقدم وراه على البلدية للبلدينج بيرمت اكيدة للسي اف او هالك شغلات فاش بيرم نحنا من احنا من نروح نطلع بيرمت اوكي نحنا من نعمل خريطة انجينيرينج درومينج من روح نقدمها على البلدية بالحجم الحجم يبلعب دور مع كل ارمى اه والله يعني كل بلدية كل محال ديقوة دا فرونتج قداش كبروا المحال على الواجهة اوكي بحل لك ارمى كبيرة اوكي اوكي بحل لك ارمى صغيرة يعني بنعرف هلها كل بلدية كل مدينة قدام اسموح اوكي 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 اذا وحد فتح جديد اعم 99.99% من الليوقت بدك بيرمت من البلدية طب لاتسا انت فتح جديد بس المحل اللي اخدتو لاتسا اخد مطعم انت فيه الريدي mention مركب بس بدي غير الاسم الى الصين على الامر حت نعم امتى بدناش بيرمت البرميت اولريدي اكزستن فاتح وماشي حالحك. فاتح وما عندك انسبكشن ما عندك بلدية ما عندك يعني شي تعديلات ولكن مجرد تحط ارمة تشملتها او كانبي بتضوي بدك بيرمت لانه بدك بيرمت وإلكتريكال بيرمت حتى الالكتريكال بيرمت الارمة لما تضوي بدك للكهربا تبع بدك بيرمت لها يعني شفتوا نحن نحاول نعرفكم على هيد المهنة بتفاصيلها عام لعطيك اسرارها وتفاصيلها تحتى تشتغل بيها قديش تقريبا بياخد البرمت ليخلص يعني البرمت معدلة تختلف حتى من مدينة لمدينة في مدن بتاخدها ثلاثة ايام في مدن جمعتين في بلديات يعني عنا هون كان بلدية مثل ليفونيا نوفاي او شي بدك تركب ارمة فيها بدك تاخد الارمة على البلدية على الباركن لاب بتاع البلدية بيجي الانسبكتر بفحصوها قبل ما تركبها على الاد في نقطة كتير ذكرتة كتير مهمة وهي دي ممكن تير اعلى ما بتنتبه لقصة انه انت لايسند وانشورد شرح لي شو هيدة لايسند وانشورد يعني بنعمل امتحان وبتنجح فيه بعطوكش هيدة انك يمكنك تركب الارمة ولله ما فيك تعمل هيدة المصلحة انت بدون بدون ليسند ما فيك هل يترى هيدة الانتحان تعمله مرة واحدة ولا تضليك تعمله كل فترة لا مرة واحدة بتجدده كل عام طيب الانشورد هيدة شو الانشورد من شركة التقمية بلا تكون انت انشورد على الشركة على الشركة وعلى عكل شي يعني هيدة مهمة كتير وبعرف في كتير اشخاص انا بيسألوا انت هل يترى انشورد ايضا انها بتكون هيدة نقطة كتير مهمة اول شي نحنا كمان نتشكر واتساب ميديا والاخ عسين لانه عم يخدم الجيلية وعم يخدم كل العالم عم يفتحوا محلات جديدة عم بشجع العالم لتتقدم نحنا راح نعطي فري بانر فري كومنكسون بانر مع كل ارما بيعملوها من عندنا من شركتنا وفري جران اوبنينك بانر يعني قبل من يطلب الارما منحط له تيمبريري بانر كومنكسون ولما يفتح المحال منعطي هدية كمان جران اوبنينك بانر او نو اوبن بانر هيدة هدية كرمال واتساب ميديا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة